وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال وما كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير واذكر أيها النبي حين قال إبراهيم عليه السلام داعيا رب جعل هذا الوادي وهذه البقعة وهذا المكان بلدا آمنا من الخوف وارزق أهله من أنواع الثمرات وخص بهذا الرزق من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال الله عز وجل ومن كفر منهم فأرزقه في الدنيا وأمتعه متاعا قليلا فمن رحمة الله عز وجل أنه لم يقيد الرزق للمؤمن فقط وإلا هلك الكافر فرزق الله للجميع مؤمنهم وكافرهم ثم أضطره وألجئه مرغما وأسوقه مكرها إلى عذاب النار وبئس المرجع والمقام هذا المصير قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف كريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وتخيل معي حال أهل مكة من المشركين إن استجاب الله عز وجل لدعوة إبراهيم لألجأ المشركين إلجاءا واضطرارا إلى الإيمان والإيمان لا يكون بالإجبار بل بالاختيار يبصر نور الإيمان فيقبله أو يرفضه قال ومن كفر فأمتعه قليلا فمتاع الدنيا مهما كثر فهو قليل فهو إلى نفاذ أو إلى مفارقة بالموت وليس المقصود أن الله عز وجل يرزق المؤمنين رزقا وفيرا ويرزق الكافرين رزقا قليلا ولكن متاع الدنيا قليل وقليل جدا بالنسبة لنعيم الآخرة فالدنيا ثانية ومنقطعة أما الآخرة فهي الباقية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها وأعد الله عز وجل للمؤمنين في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء وقد يسأل سائل لماذا الكفار في هذا النعيم وهذا التمكين لأن الدنيا سجن مؤمن وجنة الكافر وعطاء الدنيا ليس دليل محبة بل قد يكون استدراج ليزداد إثما وعدوانا وبغيا والكفر في اللغة معناه التغطية واصطلاحا هو الجحود والإنقار وتذكر أن غمس واحدة في النار تنسي نعيم الدنيا كلها ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير فالله عز وجل يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وبئس المصير والخاتمة جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر